أعزائي متابعي قناة التعليم الابتدائي والأساسي السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم بعد غياب طويل نأمل أن تكونوا بخير أقدم لتلاميذ سنة الثالثة والرابعة ابتدائي طريقة في كيفية الحصر بين مئتين متتاليتين أو أحصر بين عددين مئاتهما متتاليتين أحصر العدد التالي بين مئتين متتاليتين العدد 5678 أريد أن أحصرها بين مئتين متتاليتين نعلم بأن العدد وحدات عشرات مئات ألف نبدأ بخانة المئات خانة المئات فيها العدد أو الرقم 6 أكتب الرقم 6 وأحافظ عليه رقم الوحدات والعشرات أقوم بتصفيرهما رقم الوحدات والعشرات أقوم بتصفيرهما ثم أنقل رقم المئات كما هو أترك رقم المئات كما هو يعني المئة التي تسبق الخمسة ألف وستمائة وثمانية وسبعون هي خمسة ألف وستمائة الآن المئة التي تليها أو المئة التي تأتي بعدها العدد خمسة ألف وستمائة خمسة ألف وسبعون مئة ونجمع أجد خمسة ألف وسبعون مئة إذن المئة التي تأتي بعدها هي خمسة ألف وسبعون مئة كان يعطي لي رقم آخر مثلا العدد سبع مئة أو سبع آلاف وثمان مئة وواحد وأربع ويريد أن أحصره بين عددين مئاتهما متتاليتين دائما رمز الحصر هكذا يكون عدامة الأكبر أو الأسغر إذن أحافظ على رقم المئة المئات والخانات التي تأتي بعدها والخانات الأسغر من المئات يعني غطيتها أكتب مكانها أصفارا أكتب مكانها أصفارا معمتها هنا نحافظ على الرقم ثمانية وسبعين أو العدد ثمانية وسبعون نحافظ عليه العدد ثمانية وسبعون نحافظ العدد ثمانية وسبعون والوحدات والعشرات أضعوا مكانها أصفارا إذن المئة التي تسبق سبعة ألاف وثمان ومئة ووحد وأربعون هي سبعة ألاف وثمان ومئة الآن المئة التي تأتي بعدها واش نقوم؟ هذه سبعة ألاف ثمان مئة أضيف لها مئة تصبح سبعة ألاف سبعة ألاف وتسع مئة إذن المئة التي تأتي بعد سبعة ألاف وثمان ووحد وأربعون هي سبعة ألاف وتسع مئة لكم عدد آخر مثلا أربعة ألاف وتسع مئة وواحد وثمان نحصرها بين مئتين متتاليتين أو بين عددين رقم مئاتهما متتاليتين أولا أحتفظ بالمئة خانية الإنبادو نرجحها أصفار خانية الإنبادو المئة يعني نبدأ بالأصفار الواحدية في العشرات رجحها أصفار ونحافظ على المئة تسع والألاف أربع هذه المئة التي تسبق أربعة ألاف وتسع مئة وواحد وثمان الآن المئة التي تأتي بعدها كيف أجدها؟ هذه ربعة ألاف وتسع مئة أضيف لها مئة كم أجد؟ سفر زائد سفر سفر زائد سفر سفر آلاف خمسة آلاف أمسح العمل الذي لا أحتاج إليه لهذا أندره في ورقة خارجية عملية الجمح هذه إن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا وعن قريب سنعود لكم بشروحات دروس واختبارات إن شاء الله تحلوا في رواحكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر